بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة هناخد مثال على السويديش ميسودز أو طريقة السويدية أو طريقة الشرايح لتحديد الفاكتور أوف سيفتي لصائل معينة المثال قريب من المثال بتاع المرة اللي فاتت في ميل هنا قمته كام واحد اللي واحد خمسة وسبعين كويس وزود بيتا ايه بثلاثين وزود بيتا بيه بستة وثلاثين ولكن الطربة عبارة عن سلتي ساند فالطربة لها سي بوينتو سيفن كيلو جرام على السنتيمتر مربع الجاما ويت بتاعته بواحد وستة وتسعين طن على المتر تكعيب والفايب بتمنتاش طبعا دي ما تنفعش ان احنا نستخدم الطريقة اللي هي بتاعت الدابليو في الدي والسي في الال في مين في الار بتاعتنا اوما هنعمل ايه هنشوف طبعا نفس القصة هنرسم الرسمة بتاعتنا بالميل ونبتيجي نرسم الزاوية اللي هي البيتا اي والبيتا بي عشان نبتيجي نرسم الدايرة بالريجس اللي قدامي وطبعا نقدر نحسب برضك مين سيتا ديت السيتا ديت اللي هي تلعب مية واحد درجة تو جيت اللينسي صوف ايه كورد عشان نحسب دي نفس اللي احنا قلناه بالزبطة فيش اي اختلاف لحد دلوقتي في الطريقة الاولينية ده الطول ده اسمه الارك اما الطول ده اسمه مين اللي بتاعنا واضح؟ حلو الكلام ده نيجي بعد كده بقى نبتيجي نجزأ الشغل بتاعنا كله هو تلمين لشرائح شريعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشة طبعا زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت لو انت زودت عدد الشرايح الحتة دي تقريبا هتبقى مالها هتبقى خط مستقيم لكن لو انت خدت شريحتين تلاتة لا المشكلة الكيرف ده ازاي يبقى خط مستقيم هيبقى فيه فرق ايجامل عشان كده كل ما تزود عدد الشرايح كل ما كانت الدقة ايه اكتر حاجة تانية خلي بالك منها لازم حاول تخلي ان عند الار هنا هوت او عند السنتر هنا فيه حدود شريحة ليه؟ عشان فيه حاجات هتبقى بالسالب وحاجات بالموجب فخلي بالك خلي الشريحة دي لكن لو انت خدت دي حدود شريحة كده طب الشريحة دي يا ربي اخدها كده ولا اخدها كده فحاول تخلي الشريحة عند حدود مين؟ المركز بتاعنا طيب نعمل ايه بعد كده زي ما تعلمنا المرة اللي فاتت قلنا هنبتدي نقسم الجزء ده بتاعنا المين؟ ها لتلات اجزاء ونوصل كده ونوصل كده عشان نطلع مين؟ مكان مين؟ الـW بتاعتي ليه بجيب الـW دي مكان الـW عشان اروح عامل خط كده سوري واخد الزاوية دي اللي اسمها سيتا بتاعت كل ايه شريحة اينا بـ24 بـ18 بـ11 بـ3 بـ4 بـ13 بـ22 بـ23 بـ39 وهكذا انسقن طيب وبعد هي بقى الشغل جاي بعد كده طبعا انت قابل كده لاحظ ان احنا حسبنا هنا مين؟ الـW الـW بنحسبها ازاي؟ ده زا اداء على 2 فيده ده زا اداء على 2 فيده ده زا اداء على 2 فيده مساحة شبه منحارف مفيش اي مشكلة فيها وجبنا الزاوية سيتا نعمل بقى القصة دي في ايه؟ في جدول عشان الدنيا تبقى سهلة هو مديني طبعا الجامع ومديني السي ومديني السيتا اللي احنا حسبناها بـ101 الفاي بـ25 والـR بكذا والـR اللي تطلعناها بـ32.56 طب وبعدين الـاريات دي لاحظ ان احنا جبناها جبنا اريا بتاعت كل مين؟ بتاعت كل جزء مفيش اي مشكلة طب الوزن الوزن بيساوي ايه؟ بيساوي الارياء مضروبة في مين؟ في الكسافة اللي عندي طب والسيتا بتاعت كل واحدة لاحظ ان احنا بيجين سيتا لكل مين واحدة فيه بـ60 بـ49 يعني فيه كذا شريحة السيتا بتاعتي عشان نحلل بقى الـW فاعبارة عن N اللي هو الفرس النورمال بيساوي W كوزاين سيتا يبقى W فيه كوزاين سيتا قدر اطلع القيم بتاعتي هنا مفيش اي مشكلة اما الـT ده دي عبارة عن W ساين سيتا لاحظ بص شوف ركز معايا دولة طالعين بالسالب اللي هي من اول الشريحة مين؟ السبعة ليه؟ عشان الشريحة السبعة هنا موجودة فيه في الجزء بعد ده يعني بعد المركز ده كده هتلاقي دولة كلهم مالهم سوالب عندي خلي بالك عشان الارقام ما تروحش منك طيب جبنا الـT بتاعتي هبتدي اعمل بقى اجيب N tan phi ما انا عندي الـN هي اضربها في tan مين فاي تطلع للـN اللي قدامي بالشكل ده طيب وبعدين كل اللي انا هعمله ايه؟ خلص هعمل خط كبير كده هجيب summation N tan phi و summation T و عندي كمان C في الـL arc ادي السيئة هيت ودي الـL arc هوت اضربهم في بعض زائد summation N tan phi من الجدول شفتوا الموضوع بقى سهل ازاي؟ طالما رسمت وطلعت الاوزان والـSita الموضوع سهل على summation T موجودة برضك في الجدول يبقى تقدر تطلع الفاكتروف سيفتي بتاعي بـ 2.6 و 2 يعني برضك اكبر من واحد ونص يعني سيف بكده يبقى احنا خلصنا جزء بتاع الـ Stability of Slopes او شابتر Stability of Slopes طبعا هو الموضوع كبير جدا لكن احنا لضيق الوقت احنا ما خدناش غير موضوع موضوعين صغيرين جدا لو كان عندي كلي ازاي اطلع الفاكتروف سيفتي بتاعهم والحاجة التانية الـ Slices Methods او طريقة الشرايا وبكده اقدر اقول لكم كل سنة ومطيبين المنهج بتاعنا خلص عايزكم تسكروا كويس وربنا يوفقكم ونسمع عنكم سمع خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحياتي دكتور محمود حسين شكرا